في اليمن رفضت جماعة الحوثي تسمية أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة واعتبرته قرارا خارجيا بامتياز كما أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحفظه على اختيار رئيس وزراء من الجنوب في ظل وجود رئيس ينتمي هو الآخر للجنوب تستمر الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في تونس والمزمع عقدها في الستدس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي وستتنافس 1327 قائمة انتخابية لإقناع نحو خمسة ملايين ونصف المليون ناخب ومن أبرز هذه القوائم حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس برئاسة الباجي قائد السبسي سنتناول الشأن التونسي بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة مع ضيفين الكاتب والباحث السياسي مصطفى القلعي والباحث في الشؤون التونسية صالح عطية قتل 13 شخصا في انفجار سيارة مفخخة جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد وأقل مسؤولا في الشرطة أن الانفجار وقع في حي المشتل التجاري مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من المدنيين تبنى حزب الله اللبناني التفجيرات التي استهدفت القوات الإسرائيلية على الحدود وكان عدد من الجنود الإسرائيليين قد أصيبوا في تفجيرات استهدفتهم في منطقة مزارع شبعة وقال الجيش الإسرائيلي أنه قصف تلال كفرشوبة جنوبي لبنان بأكثر من عشرين قذيفة مستهدفا مركز مراقبة مشتركا للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في منطقة السدانة التقى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري في باريس الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند وجاء اللقاء بعد مقتل ثمانية عناصر من حزب الله في اجتباكات بين الحزب الداعم للنظام الرئيس السوري بشار الأسد ومسلحين من تنظيم الدولة وجبهة النصرة على الحدود بين سوريا ولبنان أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن أربعة أشخاص بينهم ممرضة أصيبوا بفيروس إيبولا القاتل وأضافت أن أحد المصابات هي ممرضة دخلت غرفة مصاب بالفيروس وقد تم وضعها هي وزوجها بالحجر الصحي وصل رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني إلى القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقالت مصادر مصرية وليبية أن مكافحة الإرهاب وعملية إعادة تأهيل الجيش الليبي ستتصدران محادثات أثني مع المسؤولين المصريين كانت هذه أبرز الأخبار نتابع الآن الجزء الثاني من حوار الليلة انطلاق الحملة الانتخابية في تونس موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا من تونس معنا الكاتب والباحث السياسي مصطفى القلعي ومعنا أيضا الباحث في الشؤون التونسية الصالح عطية أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سأبدأ معك أستاذ مصطفى مساء الخير يبدو أن الحملة يعني فاترة إلى حد ما حتى الآن على الأقل هل هذا يعكس أي شيء هل له مدلولات معينة على ربما إقبال ضعيف من قبل التونسيين في الانتخابات القادمة مساء الخير مساء نور أولا لابد أن أصحح بأن المشهد السياسي والانتخابي في تونس ليس مقسما بهذا الشكل يعني بين حركتين نهضة ونداء تونس وأنما هناك أطراف سياسية أخرى مهمة ووازنة في المشهد ولها دور في المرحلة الماضية وسيكون لها دور في المرحلة القادمة وأساسا الجبهة الشعبية بالنسبة إلى سؤالك نعم طبعا لكن أنا فقط يعني لا أميل إلى التصنيف الثنائي للساحة السياسية طيب على كل حال بالنسبة لسؤالك أنا أريد أن يعني أعبر عن أملي وعن رغبتي في أن يستيقظ هذا الشعب وأن يعني يقبل على الانتخابات بشكل يعني مكثف وأن يعرف أن مصيره هو بيديه وليس بيدي غيره ربما التفسير ما يحدث من هذا الخفوت إن شاءنا إلى الحملة الانتخابية هو تزامن الحملة الانتخابية مع جملة من الأحداث الوطنية الصعبة على التونسيين منها العودة المدرسية ومنها الأعياد الدينية وغير ذلك ولكن مواكبتنا للشارع التونسي يمكن من خلالها أن نؤكد بأن التونسيين جميعا يعني يتحفزون إلى لحظة الانتخابات ويستعدون لها بشكل مكثف لا سيما في ذل جملة من المعطيات منها التهديدات الإرهابية منها التهاون الكبير فيما يتصل بهيبة الدولة وبفرض سلطتها وفيما يتصل بتراجع النمو الاقتصادي وبتعفن الوضع الاجتماعي جملة من العوامل الكثيرة تجعل التونسيين جميعا يأملون في أن تغير الانتخابات المشهد السياسي أن تغير حكام تونس وأن ترسم مستقبلا آخر أفضل يستجيب لأهداف الثورة ولتمحات التونسيين الذين انتفضوا على نظام الاستبداد منذ ثلاث سنوات سأسألك بعد قليل أستاذ مصطفى عن مسألة تغيير المشهد السياسي في تونس التي تتحدث عنها يعني تغيير المشهد باتجاه ماذا تحديدا ولكن دعنا قبل ذلك نتوجه إلى الأستاذ صالح عطية مساء الخير أستاذ صالح القضايا التي أشار إليها الأستاذ مصطفى قضايا مهمة تهديدات إرهابية أوضاع اقتصادية سيئة أوضاع اجتماعية وكل هذه الأمور بالتأكيد هي أولويات للناخبين ولكن هل سنشهد أي تحرك جديد يغير من هذا المشهد السياسي الذي شهدناه في تونس على مدى السنوات الثلاث الماضية مساء الخير إليك وإلى مشاهديك الكرام أعتقد أن كل المؤشرات الآن تدفع بهذا الاتجاه أولا هناك ربما انتقادات شديدة من قبل المواطنين التونسيين لمرحلة الثلاث سنوات الماضية ونتائجها المتراكمة ونتائج سلبية في كل الأحوال مهما حاول البعض أن ربما يزين أو يقدم مبررات أو تحليل تعكس صورة أخرى عن هذا الواقع هو واقع آسل متعفل فيه الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية والدينية والتربوية وما إلى هناك هذا جانب الأول الجانب الثاني أو المؤشر الثاني في هذا السياق أيضا أن كل الأحزاب الآن اقتلعت بعد تقريب عام ونصف من الحوار الوطني بعد عام ونصف أيضا من الملاكفات السياسية بعد ثلاث سنوات من التجذبات الإيديولوجية والحزبية اقتنعت بأن هذا الوطن ينبغي أن يتسع وهو كذلك يتسع للجميع واقتنعت أيضا بأنه لا مكان في تونس في المستقبل تونس ما بعد هذه الانتخابات تونس المشهد السياسي القادم لا مكان لحزب أو اثنين أو ثلاثة يحكمون في البلاد هكذا بكل هيمنة لابد من توافق وطني واسع البعض يتحدث عن حكومة وحدة وطنية البعض الآخر بدأ يتحدث عن حكومة تحالف وطني نسمع عن هذا المفهوم ليس فقط في دونس في الكثير من البلدان وخاصة البلدان التي شهدت تغييرات حكومة توافق وطنية لماذا لا يحكم الحزب الذي يفوز بالأغلبية هذه الديمقراطية بالنهاية هناك ربما حالة توليسية استثنائية إن صح القول أو خاصة تقول بأن هذه المرحلة وهي مرحلة كل الثورات التي مرت في العالم مرحلة انتقالية ما تزال والبلاد هشة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية وحتى في مستوى العلاقات الخارجية وبالتالي لا يمكن لأي حزب الآن وخاصة أنه الأحزاب التونسية لكلها تقريبا بدون استثناء حتى الأحزاب التي تزعم وأتدى أن كانت تحكم في المرحلة الماضية هي أحزاب تجهل السياسة وتجهل الحكم وتجهل إلى حد كبير إدارة الدولة وإدارة الدولة ليس إدارة الحزب وبالتالي هناك قناعة لدى الأحزاب التونسية بأن هذا التوافق لابد أن يكون في حد الأدنى حول جملة من الشروط جملة من الأفكار وجملة من المواقف والبرامج التي تستدعي عددا أوسع من الأحزاب السياسية من أجل برنامج مشترك توافقي يذهبون به إلى المشهد السياسي القادم وإلى حكم تونس في المرحلة القادمة لذلك هناك عديد الأطراف الآن التي تتحدث عن هذا المعطى وإن بأشكال مختلفة لكن قضية التوافق قضية توسيع قائدة الحكم أصبحت مسألة مهمة الآن مطروحة في أجندة الأحزاب السياسية وفي أجندة الخطاب السياسي الذي نشهده قبل الانتخابات وسهل ربما سيزداد أكثر كثافة وأكثر قوة خلال الحملات الانتخابية التي بدأت كما تفضلت منذ حين بدأت فعلا فاترة أستاذ مصطفى ما رأيك هذه المسألة مسألة حكومة الشراكة وأن البلاد تمر بمرحلة انتقالية وضرورة توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار هذا خطاب نسمع عادة من الأحزاب التي لا تحقق نتائج جيدة في الانتخابات تريد أن تشارك في الحكم وليس لديها القاعدة الشعبية أو التفويض الشعبي ما رأيك؟ في تونس الوضع مخصوص نسبيا لا نتحدث عن وضع تقليدي في مجتمع مستقر وصارت فيه انتخابات وتغيرت فيه السلطة ليحكم الحزب الأغلبي في تونس لا المسألة ليست بهذا الشكل في تونس حدثت ثورة شعبية أسقطت نظام مستبد وكانت لها مطالب ثم أفرزت واقعا سياسيا أدى إلى انتخابات اتفقت الأطراف السياسية على أن تكون تأسيسية لتغيير دستور ثم الأطراف التي كانت أغلبية في هذه الانتخابات استقر الرأي على أن تستلم السلطة المهم أن هذه الأطراف لم تعمل على تحقيق أهداف الثورة ولم تكن قريبة من هذه الأهداف ومن شعارات الثورة ولذلك وقعت الكثير من المشاكل على المستوى النقابي وعلى المستوى السياسي لا سيما فيما يتصل بأهداف الثورة التي هي التشغيل والتنمية الجهوية والكرامة وغير ذلك هناك انحراف إن شاء الله أو سحب لأهداف الثورة من الأنجندة أو من الأساسيات وتغييرها بأشياء أخرى لا فائدة في رجوع إليها الآن لكن تجربة الحكم للترويكة أساساً وحركة النهضة أثبتت أن الحكم ليس ألهية وليس لعبة وليس مسألة يمكن أن نجرب فيها الصواب والخطأ الحكم ليس مجالاً للتجربة الحكم لا بد أن ينبني على برامج ولا بد أن ينبني على قاعدة شعبية ولا بد أن ينبني على ثقة نعم ولكن السيد صالح يتحدث عن أحزاب تجهل أساليب حكم الدولة وإدارة أجهزة الدولة وبالتالي كيف يمكن أن نتحدث عن أنه ليس هناك مجال للتجربة والخطأ في دولة ما زالت تأخذ خطواتها الأولى نحو المسار الديمقراطي هذه المشكلة المشكلة أن السلطة تم التعامل معها بتعامل الغنيمة إن شأنها في توزيع للمناصب بعيد عن الكفاءات في توزيع للتقاسم للسلطة بشكل شعبوي كثيراً وحتى قبلي أحياناً والتروليكي كانت شكلية هي في تقديري كتجربة حكم نظرياً ليست سيئة ولكن تطبيقها كان سيئاً جداً باعتبار تقاسم السلطة وتقاسم المقاعد غياب الانسجام غياب المشاريع الحقيقية ثم تعاتي مع السلطة كما قلت بشكل الغنيمة مقال الأستاذ سالح منذ حين هذا ما تفكر فيه حركة النهضة بشكل واضح أكثر من مرة رئيس حركة النهضة يتحدث عن أن تونس لا يمكن أن تحكم بخمسين زايد واحد ولا يمكن أن تحكم من حزب أو حزبين لابد من توافق وهذا ناتج عن تجربة الحكم التي كان فيها الكثير من الصلف والكثير من التعالي على المشهد السياسي والاجتماعي في تونس هناك تقاليد في تونس هناك تقاليد نقبية هناك تقاليد يسارية هناك تقاليد علمانية حدثية كل هذا تم القفز عليه في تجربة حكم الترويكا كانت هناك محاولات لتغيير نمط المجتمع كانت هناك يعني محاولات لأقصاء كل الأطراف كانت هناك محاولات للسيطرة على الإدارة التونسية ونلاحظ اليوم نتائج كارثية لهذه التجربة أنا ما أتمنى الحقيقة أن تكون هذه الدعوات صادقة وأن تكون النواية سليمة وأن تكون الرغبة فعلا في اتجاه تونسة هذه الحركات الإسلامية والإسلاموية إن شاءنا وأن يقبل الجميع حكم دولة القانون والمؤسسات وأن يقبل الجميع مظلة الحداثة والديمقراطية وأن يلتزم الجميع بالمحافظة على مكاسب الشعب التونسي ولا شيء آخر لا أجندات خارجية ولا ولاءات لغير هذا الوطن أستاذ صالح ما رأيك هل هناك قناعة بالفعل لدى الحركات الإسلامية حركة النهضة تحديدا التي شاركت في حكم البلاد والتي حكمت البلاد فعليا هل هناك قناعة أولا أن الفترة الماضية شبه الكثير من الأخطاء مسألة الإقصاء مسألة الهيمنة والسيطرة على مفاصل الدولة مسألة القفز على التقاليد التي تحدث عنها الأستاذ مصطفى هل هناك قناعة لدى حركة النهضة تحديدا بأن هذه الأخطاء يجب تلافيها في الفترة المقبلة يعني أنا لا أتفق أولا في التوصيف مع الأستاذ مصطفى القلعي فيما ذهب إلي لأنه توصيف فيه الكثير من المبالغة وأخشى أنه ربما يتخذ سبغة إيديولوجية وقليلا ما جبهوية في التحليل السياسي هذا أنا وريد أن أحلل السياسيين أكثر منه حزبيين لأنني لستم مضاتق باسم أي حزب أو جبه أو تيار هنا أعتقد أنه التعامل مع السلطة كغنيمة هذا كان كل الأطراف السياسية تريده في الحقيقة لأنه كل حزب ينجح بطبيعة الحال أن يحكم بأغلبيته ولكن حتى حركة النهضة في البداية الأولى من صدور نتائج انتخابات 2011 تنادت مع الجميع على أساس أن تحتظن الجميع في حكم وحدة في حكومة وحدة وطنية ولكن أغلب الأطراف رفضت ذلك وخرجت وصرحت في الإعلام التونسي على أساس أنها الآن في المعارضة ولذلك اضطرت أن تقيم تحالف ثلاثي فقط هذا أولا ثانيا لا أعتقد أيضا أنه يعني التوافقات هو خطاب حركة النهضة فقط لا حركة نداء تونس على سبيل المثال تدعو إلى توافقات وأنا أشرت إلى هذا قلت هذه التوافقات تختلف من حزب إلى حزب ومن طرف سياسي إلى طرف سياسي ليست كما تطرحه النهضة مثل ما يطرحه النهضة يطرحه النداء أو يطرحه الحزب الجمهوري حتى أو حزب المؤتمر أو التكتل كل هذه الأطراف تطرحوا توافقات ولكن من زواياها الخاصة أنا يعنيني في هذا وهذا ما يعكس المشهد السياسي حقيقة أنه هناك خطاب توافقي خطاب البحث عن التوافقات ما بعد المرحلة المقبلة لماذا يجري الحديث عن التوافقات هذا قلت منذ حين أيضا باعتبار أنه المشهد السياسي لم يعد يحتمل استقطابا ثنائيا كما تفضل الأستاذ مصطفى في بداية حديثه منذ حين الاستقطاب الثنائي هرسل البلاد سياسيا وأمنيا واجتماعيا وعلى التوليسين أن يتجمعوا هذا هو المشهد السياسي القادر في تونس لن يكون هذا المشهد ثلاثيا أو ثنائيا لن يكون يعني منفردا لطرف سياسي الفرد بالحكم التجربة التي اقتنعت بحركة النهضة وهذا تدل عليه تصريحاته إلى حد الآن أنها تقر بأخطاء قامت بها وتقر أيضا بأخطاء جرت إليها جرا ولكن في النهاية هي استفادت من هذه الأخطاء الذين شاهدوا البرنامج الانتخابي مؤتمر الصحفي البرنامج الانتخابي لحركة النهضة توقفوا في الحقيقة عند هذه الحقيقة وهي أنها اقتنعت بأنه جزء كبير مما كانت تقوله في السابق لم يكن جديا ربما ولم يكن دقيقا ولذلك تراجعت عنه وحاولت تعديله بأشكال مختلفة بحيث تخرج للناس بخطاب سياسي وبرنامج انتخابي جديد ليست فيه أرقام مثل المرة الماضية مثلا ليست فيه وعود كبيرة مثل المرة الماضية وليس فيه خطاب إقصائي مثل المرة الماضية أو حتى المرة الماضية لم يكن لكن التجذبات فرضت ذلك هناك خطاب الآن توافقي ينبغي أن نشد عليه نحن كصحفيين وإعلمين ومحللين ونمضي باتجاهه في تونس لأن هذا ما تحتاجه تونس في المرحلة المقبلة طيب أستاذ مصطفى لدينا حوالي دقيقة متبقية إذا سمحتين لي السيد علي العريد رئيس الحكومة السابق وأيضا أمين عام حركة النهضة يقول في مقابلة مع القدس العربي يجب التركيز الآن على بناء الدولة دولة قوية ومجتمع حر وديمقراطي ونحن واثقون بأن الشعب التونسي لن يسمح بعودة أي نوع من أنواع الاستبداد سواء عبر الأشخاص أو الأحزاب أو غيرها هل ترى أي تغيير في الخطاب كلام من هذا النوع يصدر عن السيد علي العريد لا لا أعتقد ذلك الحقيقة يعني أنا أعتقد أختلف هنا مع سي سالح في أن حركة النهضة لو كانت فعلا نواياها سليمة ما كانت تعيد إلى صدارة المشهد السياسي رموز الحكومة الماضية الذين تورطوا في الفشل وحتى في الاعتداءات على الشعب التونسي الأستاذ علي العريد رئيس الحكومة لما كان وزير داخلية يعني نتذكر جيدا أحداث عبريل 2012 في تونس والاعتداء على المجتمع المدني وعلى السياسيين وتتذكر اعتداءات الرش في شتاء 2012 أيضا في سليانا إذن يفترض أن حركة تحترم نفسها وترغب في تغيير سياساتها أن لا تعيد إلى المشهد السياسي وزرائها ورموزها الذين فشلوا في الحكم أولا وتورطوا في أخطاء كبيرة وأعتدوا على هذا الشعب إذن أنا لا أثق كثيرا في هذا الخطاب شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى القليل الكاتب والباحث السياسي كان معنا من تونس وشكرا إذن الأستاذ صالح عطية الكاتب والباحث الشؤون التونسية كان معنا أيضا من تونس موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوالنا على سكاين نيوز عربية ألقاكم على أراضي الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر